بسم الله الرحمن الرحيم في الامتحان فيه اتنين تيكست كورتكس عليه ست اسئلة هنقوم مع بعض تيكست طبعا واحد نهر ده بس عشان نشرح الافقار المهمة اللي ممكن تجلنا ان شاء الله في الامتحان ندى مع بعض نرى تيكست وبعدين نشوف الاسئلة ده تيكست على هيئة ايميل مصرفة بعت ايميل لي فرانك بقوله هلو فرانك في الصيف اللي فات أنا كنت عندي صديقي شريدر في ألمانيا دامنا ممكن بقرأ الايميل اخد بالي مين كتبوا الايميل كتبوا المين والاشخاص اللي جوه الايميل علاقتهم ايه باللي بتكلم يعني اخوه صديقه قريبه عشان اقدر اوصل وحكم العلاقات ببعضها فمصرفة بيكلم فرانك بيقوله انا كنت صفة الفات عند صديقي شريدر في ألمانيا ده مين اير ده بقى شريدر يسكن في مدينة مينشون دورت ها بايش ديزين سفيدش كاعتن بزيش تيكت هناك انا زرت الاماكن الجديدة بالمشاهدة الفربي بزيش تيجين يعني يزور الاماكن فقط ولكن بزوخن يزور اشخاص واماكن في مثلة دي اليانز اغينا لو استاد اليانز اغينا اندي فقاون كارشة كنيسة السيدة العزراء المنشن ها باش اوخ اين فغاد مت كولابايك جيميتت انا استأجرت عجلة عن طريق الكولابايك ايه كولابايك ده يا ولاد خلينا نقرأ وبعدين نستشف ايه كولابايك ده مع بعض فهو اجر عجلة عن طريق الكولابايك ده مت بهذه العجلة وده من يا ولاد لما يكون فيه حرف جر ومعاه المقطع ضاف اوله بننطق معنا حرف جر زاد كلمة ض فنقول مت بواسطة يا بواسطة ذلك مع ذلك جانب ذلك فبذلك بهذه العجلة يعني ها بايش اينشتادون دو فارت دوش منشون جماخت عملت جولة في المدينة كولابايك فون كتسونيرت كانسة انفاخ الكولابايك دي تشغل بمنتهى السهولة من بروخة نور اين تليفون وهده وند نتوغلش اين كولابايك يعني انا عشان اجر عجلة بالمنظر ده محتاج تليفون وكولابايك ايه كولابايك ده لسه مش عارف قوي لكن اقدر اخمن طبعا اقدر اخمن حد بيقاجر عجلة عن طريق تليفون وكولابايك عن طريق تليفون وكولابايك يقوله ده عبارة عن اب ابليكيشن عن موبايل زي الابليكيشن اللي عندنا لبعض الشركات السيارات اللي احنا بنطب بهم السيارات يعني من فندت ديزي فاغدا يبقى الامتسينتروم الانسان بيجد هذه الدرجات في كل مكان امتسينتروم في السنتر يعني في منطقة وسط في الحي او المدينة دي وبيوضح بيشرح في كل ميدان وكل تقاطع كبير اغلب الشباب بيسافروا بهزي او بتحركوا بهزي الوسيلة اللي هي العجلة عن طريق كولابايك كولابايك هات مية زي جفال عجبني اول ما بتوع كولابايك ده اول اش هوفي اس جبت ان ايجبت ان كولابايك اقمل ان يكون في مصر كولابايك خاصة بزندرس ان منصورة دان ثم في هزي الحالة بقى لو فيه في منصورة عندنا بقى يعني رابع دي كده هو بلد منصورة لو فيه بقى كولابايك زي كده دان ازان لاصي ايش ماين اوتو بتسيكا دي جانس فوقي انجا غاجش تيهن في الحالة دي بقى لاصي هسيب عربيتي في الجراش تقريبا طولي الاسبوع مش هحتاجة خالص ليه هاضي مشاعر كلها عن طريق كولابايك بالعجلة اشبين اوف دي تسوكشبيتسة ايه تسوكشبيت دوات بيشرحوا دين هوكستن بيرج ان دوتشلاند اعلى جبل في المانيا ميدير بيرجبان جفاغن انا طلعت جبل تسوكشبيتسة عن طريق او بوسطة البرجبان التليفريك ورحنا تسوزامن مع بعض الى برلين مين تسوزامن بقى مين مع بعض يوصو مين مصطفى اللي هو انا وشريودر اللي انا قاعد عنده في مدينة منشن وعملنا شوبينج تسوكنا مكا دي في ايه كا دي في اولاد ده الكا دي في هو اكبر مول تجاري موجود في برلين واقضى مول في اوروبا دورت حابن في امكا دي في فيل اين جي كاوفت ناخد غي تاجن ان برلين زين دي فين ناخ منشن سو جي كومن وباع ثلاث ايام في مدينة برلين رجعنا تاني الى مدينة منشن مين اولاوب ان دوتشلاند هات زبايفوخن جداورت اجاست في المانيا استمرت اسبوعين ده ناخوة بعد ذلك بعد الاسبوعين واقش في دا المنصورة اصبحت رجعت في المنصورة تاني يعني ده موطنه الاصلي مينر هيماتشتات موطني نكسنزوما الصف القادم است باريس مين رايزت سيل باريس هي الرايزت سيل بتاعتي اللي هو الهدف بتاع الصفر الصفر اللي جاي ان شاء الله يعني وحطت خطة ان الصفر اللي جاي هيكون المدينة اللي هيسافر لها هي مدينة باريس اوند اش بزوخ ديش دورت وهزورك هناك افهم من كده ان فرانكي قاعد في مدينة باريس خلي بالكو لما بنرى قطعة انا عندي حاجتين اهتمل بيهم حاجة صح وحاجة غلط ما عاملهاش الصح الاستنتاج الخطأ التوقع اوعى تتوقع معلومة يعني ما يفعش اقول ان خالد بيشغل في المدرسة فتوقع عن المدرس لا ممكن يكون محاسف في المدرسة فالتوقع غلط لكن الاستنتاج صح يعني استنتاج انا سفرت الالمانيا يعني سفرت اوروبا كلام مفهوم توقع مصبوط وهكذا طيب تعنشوا مع بعض يا شباب الاسئلة نومة اينس ام تكست فرش تي استدو في النص انت بتفهم حاجة معينة وده من الاسئلة الجديدة بتاعتنا كلها قصة ماذا يعني فهمت ايه الغرض من كده ففي النص فينا معلومة ايه المعلومة اللي فيناها تعالى اروا نشوف ييدن زومر مخت مصطفى كل صيف مصطفى بيعمل اجستو في المانيا لا هو قال الصيف اللي فات في المانيا والصيف اللي جاي في باريس يبقى مش كل صيف في المانيا يارلش سنويا كنت مصطفى انس فاكشيدني لند كل سنة بيروح مدلق سوريا بيروح بلد مختلفة اه صح لقاية السنة اللي فاتت المانيا ان شاء الله السنة الجاي هيبقى باريس دي اللي جابة صح لكن لازم اكمل بات الاختيارات لربما اكون في حاجة مش واضحة بالنسبة لي وانا اخترت خطأ سي اوفدم لند ماخت مصطفى جاغن دي نكستن زومة فاغن هيعمل اجلسة الصيف القادمة اوفدم لند في الريف لا طبعا ما قالش كده خالص ام زومة فاغن مصطفى واندزاين فروند فرانك ناخ برلين في الصيف هيسافر مصطفى فرانك الى برلين فرانك اصلا ما كانش معه مصطفى في المانيا او سوري في مونشون اللي كان معاه هو شريدر فرانك كان وخطبه اللي هو قاعد فين في باريس يبقى اللي جابة عدتها تقنمى بي نمرة سفاي الواحد اللي بيلاقي العجل بتاعنا ده موجود فين في الميادين والتقاطعات الكبيرة الكلام ده معنى ايه معنى الشخص اللي عاوز يستأجر عجل عن طريق كولا بي دان كوفت من دي فاكارت هيشتري تذكرة من التقاطع تذكرة ايه ما فيش تذكرة اصلا في الموضوع خالص ما قالوش تذاكر ده عن طريق التليفون يبقى دي لجابة نصح من كان دي فاريدر اوف دين بلاتس كوفن تشتري العجلة في الميدان ما قلناش نشتري دي احنا هنأجر دي ريبراتور دير كابوتين فاريدر استئيمة ام تسنتهم تصليح العجل البايز او العطلان بيكون في تسنتهم في السنتر ما قالوش بردن في عجل وهيتصلح اقدر استأجر عجلة في التقاطع الكبير بالزبط كده يبقى يوجود العجل في الميدين والتقاطع الكبير ده معنى اننا لما حب أجر عجلة لازم أروح الميدان او التقاطع الكبير هلاقي في العجل وابدأ عمل اتصال واخد العجلة يبقى الاجابة الاخيرة مصطفى استدغى طاجة ان منشن جي بليبن مصطفى ما كث تلات ايام في منشن لا تلات ايام دول كانوا في برلين يبقى انا لازم وانا بقرأ القطعة احدد المدد الموجودة والموعيد واسماء المدن وكل مدة تمت في انهي مدينة طيب مصطفى استقل في طاجة باي فرانك ان منشن جي بليبن مصطفى قعد 11 يوم عند فرانك في منشن في منشن صح لكن عند فرانك لا ليه لان فرانك ما كانش موجود معاه اللي كان موجود معاه شو ريدر است في غدسين طاجة دوتشلاند جي بليبن مكسى 14 يوم مكسى 14 يوم في المانيا الاجابة طبعا صح طيب نمار دي است فورتسفاي فوخن ناخ دوتشلاند جي فاغن سافر قبل اسبوعين الى المانيا لا هو سافر الصف اللي فات الى المانيا يبقى الاجابة الصح هي نمار تسين نمار فيا بيقول الصف اللي جاي هتكون باريس هي الاتجاه او الترجب بتاعي في الصف اللي جاي ان شاء الله ده معنى ايه يا ولاد ده معنى ان مصطفى مهتم بإدارة الوقت وتنظيم الوقت وخطة الوقت اه طبعا لانه بيخطط الصف اللي جاي انا هعمل كذا وباريس هي اللي اتجاه الصف اللي جاي ان شاء الله يبقى هذا الشخص مهتم بتنظيم الوقت وإدارة الوقت صح طب هنكمل برضو مصطفى مقتنشت جارن غايزن ما بيحبش عمل رحلات لا ده الرجل كل سنة بيروح مدينة او دولة مصطفى فيل زين فرانسوزيش في البصر عاوز يحسن الفرنساوي بتاعه ما قالش انه هو يتحسن اللغة الفرنسية ومش كل ما يسافر بلد هيزبط اللغة بتاعي تأكيد يعني مصطفى كان جود دويتش فرانسوزيش بيستطيع انه يتكلم ألماني وفرنساوي ما قلناش في القطعة كده خالص يبقى هي أول واحدة صف اللي جاءناها سافر باريس ده معناه انه هو عامل قطة لنفسه يبقى أول واحدة نمرة فور مصطفى استمد دي بيرجبان ناخ برلين جفاغن سافر الى برلين بالبرجبان لا البرجبان ده كان وسيلة يتحرك بيها داخل منشن ويطلع بيها جابة لتسجش بيتس استمد فرانك ناخ برلين جفاغن سافر مع فرانك الى برلين برضو لا طبعا مش صح استقلين ناخ برلين جفاغن سافر قلين لوحده لا ده سافر معاه شريدر هات اين بزيشتجن فونزين زفادش كايتن ان منشن جمخت عمل بزيشتجن يعني ايه زيارة طب الكلمة ده مش مناش في التكست اه مش فنهاش لكنها كلمة مش طاقة من الفرب بزيشتجن مش مشكلة هو انا مش متعود اشوف الكلمات دي هي الكلمات المشتقات الفرب من الاسم والاسم من الفرب لما يكون عندي فرب وانا حافظه كويس جدا وليوته بدلا ما حط ايه ان في اخر الفرب شل ايه نو حط وان جي يبقى كده عمل اسم بدل الفرب يبقى انا افهمه زي كيمة فورم شقة او مسكن بقت فونين يسكن ايه برنخد جلمبيت ايه برنخد يبات وهكذا طيب عانش في السؤال نمار زكس كولا بايك است زي شر اين ااب ان در اولارفيلت هل ده ابليكيشن في كل العالم ما قالوش اتوقع كده لا ما تتوقعش اين ااب اوف دين بلتسن وان دين جوز كويتسونج في الميادين وتقاطعات كبيرة طبعا لا ابليكيشن بيشتغل في اي حتة في منطق في نطاق معين ولكن مش في ميدان معين اين فركاز متل في دي يوجن لويتي هو وسيلة مواصلات يونج لويتي للشباب الصغيرين طبعا هو مش وسيلة مواصلات ده هو اب ابليكيشن مش وسيلة استعينا اب ان دوتشلند هو ابليكيشن في المانيا وربما يكون موجود في دول اخرى صح ده الاستنتاج انه هو موجود في المانيا فعلا اوكي وربما يكون موجود في دول اخرى ربما يبا ده كلام مضبوط صح يبا لجابة نمار دي تعبا ننتقل الى سؤال المواقف اليومية والمواقف بدي اهم حاجة عندها في الامتحان لان المواقفة زمان بتيجي يعني حاجات كده صد رد زم بيقوله يعني فران عيان نقوله ايه راح السامن نقوله ايه اتجاوز نقوله ايه النهاردة بقى موضوع شوية مختلف بقى فيه حدوتة بتتحكي تفهمها وتختار رد يناسب هذه الحدوتة بص معايا نمار اينز تيمو فيه جنب منه دبل بونك نقطتين يبقى تيمو ده اللي بيتكلم تيمو بيقوله با كاترين فايرت ايرين جبورت ستاج نكست فوق ام كافي كاترين بتحتفل بعيد ميلادها الاسبوع اللي جاي في الكافي واندهات ميش اينجلادين وعزمتني ده تيمو اللي بيتكلم ففيه بالرد عليه قاله خلاص يبقى انا هقدر قابلك ان شاء الله في الحفلة الكلان ده معنى ايه تيمو اتعزم على الحفلة الاسبوع اللي جاي في الكافي وفيبر ايضا اتعزم وهيروح برضو الحفلة في الكافي طيب ده معنى ايه اولاد تعانشوا مع بعض ده معنى ان فيبر وتيمو ترفين زيش ام فايرتاج باي كاتنس وهوزي هيتقابل يوم الاحتفال عند كاترين في البيت هم يتقابلوا في الاحتفال ا بس عند كاترين في البيت لا ده الحفلة كانت ام كافي في المقهى في القهوة يعني لا يما ينفعش الجملة دي يوم الاحتفال ا لكن عند كاترين في البيت غلط يبقى لازم وارا جملة كويس جدا خلي كده يعني الشعر بتاعنا اقرأ افهم حل تورا جملة وببساطة تفهمها تستوعبها وبعدين تبدأ تجاوب لكنا هنخطف كلمات معينة ونبقى نختار سريعا للأسف هيطلع سؤال غالبا غلط هيتقابل يوم الجمعة في القفية هم قالوا تقابل في القفية في الحفلة بس قال يوم الجمعة لا هم قالوا نكست في الاسبوع القادم ام تبقى ما نعرفش ما حددوش يوم فيبر هات كاترين سأين لادم سو جزاكت فيبر سو جزاكت يعني قبل الدعوة بتاعة كاترين اه صح لانه قال انا هقابلك في الحفلة ان شاء الله يبقى لجابة سي طب نكمل دي دي بايدن كلاهما اللي اتنين دي بايدن هابن شون دي اين لادم اب جزاكت اب جزاكت يعني يلغي المعاد او يرفض الدعوة فكلاهما رفض الدعوة لا طبعا دي اللي اتنين سو جزاكت قبل الدعوة يبقى لجابة نمرة تسي نمرة تسفاي مركة بتقول فيكم إيش سو بنك غينة يا غينة كيف أذهب للبنك فقلنا قالت براوكس دو نخ جلد انت محتاجة فلوس وانا عايز اشترح حاجات من هناك مكتبة لبيع الأدوات المكتبية ما بيبيعش كتب بيبيع أدوات مكتبية إيلان مصاطر أستيك أدوات هندسية الكتب في البوخ لادن زي البوكشوب كيف في الإنجلش مثلا طب ده معنا ايه كم ده أولاد نشوف معناه في اللايشت ربما فيل مونيكا بيشار وندا غزاخن كوفن ان مونيكا ربما تشتري كتب واشياء أخرى أشياء أخرى ممكن لكن كتب لأ تبغلط في اللايشت ربما فيل مونيكا جلد فنقغينا بيكم تحصل على فلوس من إيرينا لأ الحمد لله مش محتاجها فلوس مونيكا مشتو دين فيج الطريق تصوم شغايف فاقينج شيفت كنن عايز تعرف الطريق إلى شغايف فاقينج شيفت بالضبط كده بس طريق المباشرة فين البنك لأن البنك جنب منه مكتبة أحيانا بينا ربما في مكان معين بس مش عارفه كويس معلمه بمسلا مستشفى كبيرة بنك واضح فتنا أسأل على الحاجة اللي أنا مش رايحها بس هي جنبها تمام يعني مثلا أسأل على البنك الفلاني ليه أصلي جنب منه مكتبة عايزة تشتير منها كذا جنب منه مثلا عيادة الدكتور فلان مونيكا فيل أينبوخ لين عايزة تستعير كتاب طبعا لأ اللي أنا شارف فانجي شفت ما فيهاش كتب تستعر إحنا مشتري منها أدوات هندسية أو أدوات مدرسية يبقى اللي جاء بقى تبقى أنهما تسي المفلومات غاية كمال بيقول بابا ماو بيقوله أنا المفروض أكل بقى خضار وفكة كتير وندي في الفاسة تغنكل واشرب ماية كتير إيش فين داس غشتش وأنا شاف إن كان ما مضبوط جدا صح جدا أبقى إش ما جليبا لكن أنا بقى بفضل للأسف فلايش اللحمة كوخ جاتو آيس آيس كريم وند كولا والكولا والمشروبات الغازية يبقى ده كله أكل غير صحي هو عارف كده كويس جدا بس هو بيحبه يعني هو متفق مع بابا ومامته إن كلامهم صح الخضار وفكة تمام لكن هو بيحب الحاجات دي نفهم من كده يا أولاد كمال إست إيرار مينونج كمال بيكون إيرار مينونج يعني مع رأيهم بالضبط كده يعني متفق معاك إن السجير مضرة بالصحة بس هعمل إيه بقى؟ متعود عليها مثلا يعني ناس يقول بعض الألفاظ زي كده فكمال إست إيرار مينونج كمال مع رأيهم أيوة مظبوط مع رأيهم دي اللي غابة صح بس برضو خلينا أكمل كمال هات أندغ مينونج ليه رأي آخر لا مش رأي آخر حاجة هو رأي مطفق معاهم لكن هو بيحب حاجة تانية لكن هو رأي مطفق مع رأيهم كمال فيندت زيني ما ينجرشتش شاف إن رأيه صح لا أهو شاف إن رأيهم هما اللي صح كمال إست نش دافير دافير يعني مؤيد موافق مطفق معاهم فنشت هو مش مطفق لا أهو مطفق يبال إجابة الأولين هي هو مطفق مع رأي بابا وممتو سورة رابعة فراوك لاين إست أختي شغلت عندها تمانين سنة وبين ديها الصحة ونده كان نشت مير أوس ديم أوس جيهن نشت مير يعني لم تعد نشت مير يعني لم يعد يعني كنتم مدخن ودلوقتي ما بقتش أدخن يبقى اسمها روخي نشت مير ما بقتش أدخن مثلا فهي سيدة كبرت في السن ولم تعد تصلينها تخرج مني البيت فيلش أنساج بسط أي إعلان هينسبها فيه إعلان بقى موجود عن نت أو في جريدة هينسب هذه السيدة إيه هو الإعلان ده نشوف مع بعض زي كومن إن دين لادن تعال عندنا المحل وتسوق وإحنا هنوفر لك بداية من خمسين يورو وبغينجن هنوفر لك بداية من خمسين يورو وبغينجن فيا إيغن إيغن أنكاف وهنوفر لك الشابن اللي مشتره بتاعتك ينفع السيدة ده لا ما ينفعهاش اللي قال كومن تعال المحل وإحنا نوفر لك وقال لها تشتريه هيا السيدة مشتر تنزل أصلا شتودينت متبكى فيه إرليدكت قال إيغن كويفة فيه شتودين طالب بعربيته صغيرك خاصة بهو إرليدك هينجز كل مشتراتك ميت فوخ يوم الأربع ون دونه ساجن الخميس أب نتمنى الساعة فون في تسين وروف نزيه اتصب بالتليفون كذا هو ده المناسب إنها تقعد في البيت وهو هينجز لها كل مشترات هو يودها لها بالعربية يقول إجابة بيه برضو نكمل في ريونجلويتة للشباب الصغيرين للناس صغيرين جيبت أسفيل زندر أنجبوت إن ونزغم أولا الشباب الصغيرين هي سيدة عندها 80 سنة يعني مش صغيرين نمر دي أجازة للتزحلق لا شكرا دي سيدة 80 سنة بره الموضوع دوت يبال إجابة نمر بي دي فغاجة نمر فوف هلو إش هاي سبتينا أنا اسم فلانة إش هابا انترمين ميدام آرتست موغين أنا عندي معان مع الطبيب بكرة آبا إش كان نشت بسم موغين فعبتن بس ها مش هستطيع أننا أنتظر لحد بكرة تعبانا كان إش هويتة كومن أقدر أجي النهاردة فالعيادة ردوا عليها قالولها يا إس جيت إتس أوكي شغال أهلا وسهلا تفضلي ده معنى إيه يبقى عندها معاد بكرة بس عايزة تيجر وحي النهاردة ده معنى إيه يا أولاد بتينا مشتة دين أرتسترمين في نهويتة أو في موغين عايزة تأجل المعاد من النهاردة لبكرة لأ ده كان العكس من بكرة لنهاردة بتينا مشتة دين أرتسترمين في موغين في أينباغين عايزة تحجز معادة عند الطبيب بكرة لا هي أريد حجزة بكرة وعايزة يجيبه النهاردة بتينا مشتة دين أرتسترمين عايزة تغير المعاد بالضبط كده اللي بيقرب المعاد أو يأخره هو بيغير المعاد لكن يأجل يعني خد المعاد من النهاردة وديه بعيد تمام؟ بتينا مش تهويت عايزة تيجي النهاردة يعني تيجي بدون حجز لا هي حجزة أصلا بكرة بس عايزة تقدم المعاد يبقى لجابة صحيحة نمرة سي هتغير المعاد نمرة زكس امهوت بانهوف برلين في المحطة الرئيسية برلين هرعاد الفيرت ناخ بون هيسافن من الى بون يبقى هيسافن من برلين الى بون وانا لازم اعمل امشتاجين هل اغير المواصلة يعني هل ما فيش مواصلة مباشرة الى بون فقالوا يا ايوة في مدينة لايبيتسيش ده معنى ايه بقى هو يسافر من برلين الى بون وهيغير المواصلة في مدينة لايبيتسيش في النص ده معنى بيقوله خلي بالك اذا جبت الزفاء انتفورتين غشتش فيه جابتين صح ايه هم ويرد ان الممتحن يطلب منك ان فيه جابتين صح اختارهم فنعرف إذ جبت لا يوجد ما فيش قطر مواشي الى لايبيتسيش لا فيهم عشان هيروح للايبيتسيش ويغير من هناك يبقى ده غلط هيرعد الفرتي بيس لايبيتسيش هيسافر لايبيتسيش واندان فيتر ناح برلين ثم يواصل الصفر الى برلين هيدى الاجابة الصح هيروح الى لايبيتسيش ومنها هيروح حيعمل فيتر فاغن فيتا فا يعني يواصل الصفر فيتا لابنين يواصل التعلم فيتا شتو ديغن يواصل الدراسة يبا فيتر يكمل حاجة إذ جدت كانين ديريكتين سج ناخ برلين فاش قطر ماشي إلى برلين لا طبعا وقصلا قعد في برلين أساسا هيرعاد الفيرت بي سلايب تسيش ون دان فيتا ناخ بون طبعا لا مش ناخ بون عفوا نحن عكسنا الإجابات بي غلط لكن الصح يتسي هيرعاد الفيرت بي سلايب تسيش وهيكمل صفر إليه بون إنه أصلا موجود فين في برلين يجب الصحيحة نمر دي هيروح لايب تسيش ومنها فيتا فاغي ناخ بون نمر زيبن سامي بيقول كيف يعمل جهاز تصوير الكاميرا بتاعتك الآن خارد قال له شغال بيرفكت زي الفل نفهمين من الكلام ده تفهمين من الكلام اللي اتقال دوت واحد بيقول له الجهاز بتاعك عاملي دلوقتي شغال إزاي دلوقتي فقال له شغال تمام تعال نشوفها نفهمين من القصة دي نفهمين خالد الكاميرا فار كابوت الكاميرا تدخلت كانت عطلانة بالضبط كده ما أنا بقول لك كيف تعمل الكاميرا الآن يعني كانت بايزة وصلحناها أخبار الدنيا إيه لما يكون سواحد تعبين تقولها أخبار محمد دلوقتي يقول له الله تحسن لكن لو أنا بسأل عنه عموما ويك ايه محمد عاملي مش عاملي دلوقتي تمام لين كده فيه تغير في الحال يبال إجابة الأولانية الكاميرا بتاعت سامي لا هي مش كاميرا سامي هي كاميرا خالد خالد مش عارف الكاميرا بتشتغل ازاي نقول له ما كانش بسأل على طريقة تشغيل الكاميرا بيسأل إن الكاميرا دي وقت شغالة كويس ولا لا سامي فراكت ناخدين جبراكس أنفايزونجن سامي بيسأل على التعليمات والإرشادات بتاعة تشغيل الكاميرا طبعا لا يبقى فيه فرق بما بين في فنكتسونيقت دي كاميرا بس كيف تعمل الكاميرا يبقى نقرأ تعليمات للإستخدام وفي فرق نقول لك كيف تعمل الكاميرا الآن ياتست يبقى فهمت إنها كانت ببيضة وتصلحت وبتطمن أخبار دنيا دلوقتي يبقى الإجابة هتبقى نمرة آه يماند بيقول دي كوست شخص ما يعني دي كوست ده غاية هندات اويرو بتتكلف 300 يورو هيروث قال إش هابا آبا نوخ زكس موناته جارانتي بس أنا عندي لسه فيه 6 شهور دمان فينش بغيشت هير روث السيد روثة بيكلم مين فين المفعول عزين المفعول كان بيكلمين لما قالوا لأ ده أنا عندي ضمان 6 شهور يعني شو كان بيكلم مين هل بيكلم البياع في محل الساعة لا إعلاقة البياع بالضمان إذا أقول لأ ده لسه عن 6 شهور الضمان ده يا أولاد لما تجي تقولي الجهاز هيتكلف كده سأصلحه لا ده أنا عندي لسه ضمان يعني اللا أولاد صلحولي مجانا بدون فلوس دي قصة ضمان عش تبقى فاهمينها حد عنده ضمان لتلاجة لتلفزيون لموبايل يعني صلح العيب اللي فيه أو المشكلة اللي فيه بدون ما يدفع فلوس دي فيلميتر دير فونو بيكلم المؤجر للشاعة طبعا لا بيكلم البياعة في محل الملابس برضو لا دين سيرفز ميت أربيتر بيكلم موظف الخدمة اللي هو خدمة العملاء بالضبط كده هيقول له أن الحساب 300 يورو يقول لأ ده أنا عندي لسه 6 شهور جارانتي يعني مفروض ما تفعش حاجة يبقى الإجابة الأخيرة نقوم على الجراماتيك نومة 1 في الصف الماضي أنا سافرت نومة أسبوعين إلى برلين الإجابات اختيارات إن ولا فور ولا زيت ولا فير لما بيجي لي اختيارات إن وفور وزيت وفير بيجي كزا حاجة شغلة في دماغي واحد الزمن مدارع لماضي لأن إن وزيت ده من الزمن مدارع فور الزمن ماضي فير مدارع أو ماضي بعدين المعنى العربي وضطيف ولا أكوزاتيف طب هنبقى بالزمن عشان ما واضح قوي جفار يعني سافرت يعني ماضي طب نستبعد إن وزيت عشان دول مدارع إبقى تفور وفير فور وفير يا أولاد هنلعب بينهم بالمعنى العربي فور قبلة وفير لمدة في الصف الماضي أنا سافرت لمدة أسبوعين ولا سافرت قبل أسبوعين نقول له ده إنت لو قلت قبل أسبوعين يبقى حطيت كده معادين في الجملة هو أنت سافرت الصف اللي فات ولا سافرت قبل أسبوعين يبقى قبل أسبوعين دي تبقى غلط في المعنى تطلع بره يبقى الإجابة فور أنا سافرت الصف اللي فات لمدة أسبوعين إلى برلين خلي بالحضرتك أنا متأكب نسبة كبيرة جدا أن أغلبك أول ما جيبنا سيرة الماضي في الجملة قلتها نختار 4 إلى نمر B لأن أغلبك رابط الماضي بـ 4 وده مش غلط صح ولكن طيب ما في حاجة تنفع تيجي ماضي معها يبقى لازم ألعب بالمعنى خدت بالك واخد معلومة دي جميلة قوي إذا كان الممتاح محدد معادل الحدث يعني الصيف اللي جاي الصيف اللي فات يوم الجمعة بكرة أسبوع اللي فات طيب محدد معادل الحدث بنبعب بالنسبة 99% عن N و Z و 4 ونختار 4 طب ليه يا هيرد نبعب عن دول لحسن دي جولة فيها فكرة فنغلط أنا معك طبعا كل حاجة فيها أفقار لازم أخذ بنامنا كويس جدا ما أقولش لأ ولكن لما أقول لك الصيف اللي فات سفرت قبل أسبوعين ما أنت ما ينفعش أقول في الصيف اللي فات وسفرت قبل أسبوعين لأن كان فيه معادين طب الأسبوع اللي جاي أنا هسافر مثلا بعد خمس أيام أو بعد أسبوعين أنت يا عم أنت حاطت معادين كده غلط ما ينفعش يبقى دام لما يحدد معاد بنبعد عن N و Z و 4 نشتبع على 4 أسبوع اللي فات أو سنة اللي فات أو صف اللي فات أنا سفرت لمدة أسبوعين يبقى الإجابة 4 نمرة 2 كورينا عندها معاد عند الطبيب زيدار في نوقة ترمين نشت فرجسن مش مسموحة لا تنسى معادها هنا أختار بوسيبر نوم من ضمير الملكية إير وماين وإيغن وزين خل بقى لحضرتك ضمير الملكية وأنا بختاره بركز على حكتين اتنين ما لهمش تالت مين المالك وإيه هي أداة المملوك المالك بيحدد أصل الضمير يعني يقول مين ولا ضين ولا زين المعنى العربي أداة المملوك بتحدد نهاية الضمير يعني أنت تستقررت إنها مين طب مين ولا مينة حسب الأداة لو دي روداس مين لو دي مينة لو دين مينة تبقى عندك في الموضوع كورينا عندها معاد ما تنساش معادها من الملك هنا للمعاد كورينا يبقى إير ملكها طب دي أنت عندك هنا إير ووتاحت شوي إير يبقى أن اللعبة راح تلمين لآدات المملوك أبص بقى على المملوك اللي هو المعاد آداته إيه وموقعه الأعرابي نموناتيف فاعل جاي فأم حل رفع يعني أكوزاتيف مفعوب من منصوب ولا ممكن أضاطيف مثلا ربما طيب هي تنسى المعاد هي فاعل زوبيكت يبقى المعاد مفعول به يبقى المعاد أداته دير ودير في الأكوزاتيف بقى الدين أختار ضمير أخره إي أن يبقى إير ترمين هاولتين بسرعة وأنا بختار ضمير ملكية ببص على حاجتين في ذهني على الجملة من المالك وهي أدات المملوك المالك كورينا يبقى ملكها يبقى إير أدات المملوك المعاد أداته دير طيب أكوزاتيف ولا نموناتيف أكوزاتيف مفعول به فتدير بقى الدين فناخد النهاية إي أن يبقى إير ما تنساش معدها أي جملة فاهم ملكية بتشتغل بنفس المنطق ده بالظبط نمات غاية إيش بين زو ديك بقوله أنا تخين قوي جسمي مليان باس نقط إيش مخة ماذا أفعل فعله نقط في الجميزة خضروات كل خضروات أي شخص في الدنيا يقولك ماذا أفعل ده بيطلب النصيحة صغار أو كبير ما لاش علاقة يعني يكون عندي مشكلة مثلا في جهاز إلكتروني فرضا يعني فأولادي التلاميذ شباب صغرين فاهمين في حاجات ده أكتر مني فقولهم يا أولاد اعمل ايه اعمل كذا هير فأنا بطلب منهم النصيحة صحي كده يا ماذا أفعل طلب نصيحة يقفص زل النصيح في الفيرب ايه زلن يقفص زل إيش مخل ماذا ينبغي أن أفعل واتفنى مع بعض قبل كده إن السؤال لما يكون في الفيرب زلن يبال إجابة امبراتيف والعكس صحيح يعني إجابة أمر لو في إجابة أمر يبالسؤال في زل ليه يا أستاذ لأن لما تيجي يا هير أنا عايز بقى أضبط الألمان ألمي نفسه في اليوم من دول أعمل إيه بتطلب النصيحة فأنا أقول لك يا محمد يا فلان يا سين يا صد اعمل يا ابني كذا اكتب كذا ويقرأ كذا واحفظ الكلمات وزبط كذا بأمرك بس مش غرض الأمر لغرض النصح والإرشاد يبقى زلن يا فلزل إيش طيب هأمرك بقى فالأمر مع المفرد يبقى الفيرب جاي من غير نهايات فيبقى إس فنختار نمر دي فلزل إش ماخن إس كل خضار يبقى هنا الممتحم بيربف ما بين موضوع الفيربن واسلوب الأمر فين القطة فالإجابة نقط تيش الترابيزة تنفع كذا حاجة فوق وتحت مثلا بس نشوف اللي الموجود في الاختيارات إيه انتر تحت الترابيزة ممكن اين في الترابيزة لا اين دي عند زي ما كان مغلق سيفاش between ما بين حاجتين فيش حاجتين إيبر فوق وغير ملامس لا خلي بقى فيه بعض الطلبة يختاروا إيبر أو على أقل يقولك طيب ما تنفع تحت وتنفع فوق الترابيزة نقول يا جميل إيبر معناها فوق الترابيزة فوق وغير ملامس لكن أوف هي اللي على الترابيزة أنا بحط كتابي على الترابيزة يبقى أوف تمام لكن اللمبة لما تتعلق تبقى إيبر الطيارة لما تعد فوق المدينة تبقى إيبر يبقى إيبر فوق وغير ملامس أونتر تحت بقى أونتر لكن لو أوف كان يبقى اللي تنصح مثلا يعني يبقى اللي جابة أونتر تحت الترابيزة نمرة فونف جارت بيتكلم بيقول كيف نذهب إلى المنزل الآن فيرد ميشيل يقول له فرانك نيمت نوات بوس فرانك هياخد الأوتوبيس يفير بي نيمين بيعمل أكوزاتيف مفعول به وأي جملة اسمع مني فيها فعل شخص يبقى الشخص أو الشيء اللي جاي بيقى مفعول به بالعربي يبقى الأوتوبيس إنه مفعول به طب يبعزين نعرف أداته ونغيرها لإيه لو تتغير البوس أداته دير يبقى لازم ساعدتك تروح تحفظ أدوات الوسائل بتاعت المواصلات دير ودسو يتحفظها كويس جداً بتنساش كل المواصلات اللي آخرها بان أرتكالها دي هنقولها دلوقتي يبقى ناخد الأوتوبيس أو فرانك هاخده أوتوبيس أوتوبيس هاتف دير في الأكوزاتيف الدري تبقى دين فنقولها دين بوس طب أنا عندي نمرة سي ودي فيهم دين تعبقى نروح للجزء الثاني ونشوف هنختار إيه ودي ده ما بتقى الصعوبة اللي بتقابل بعض الطلبة إنه بيختار الشمال صح واللي مين يبدأ لسه هيبحث تاني كأنهم سؤالين يا أستاذي كأنهم سؤالين مش مشكلة طيب هناخده الأوتوبيس فرانك ياخده الأوتوبيس إحنا بقى فارن نقط شغال سنبان فارن عايز حرف جار ميت يبقى وسلم وواصلات معك من فيرب اتنين نيمين وفارن نيمين ياخد الأوتوبيس مفعول بيها على طول لكن فارن عايز حرف جار ميت أنا هروح بواسطة وميت حرف جار يعمل الضطيف يبقى ميت ونعمل أدف الضطيف اشترى سنبان أخرها أخر كلمة بان وأي كلمة أخرها بان أرتكالها دي فنقول ميت دير اشتغال سنبان قلنا زمان مرة أبريكا مع بعض كل المواصلات ميت ديم إلا اللي فيها بان ميت دير عشان كلهم دير وده سيبوا ديم لكن بان أرتكالها دي فيبقى ميت دير يبقى هنا نقول دين وميت دير اللي يجابها نمر سي نمر زكس بان كومس دو انت هتيجي فقال له هاجي الساعة 15 يعني ساعة 3 العصر زين زين دات سوهاوزة هتبقى موجود في البيت عشان لما يجيلك يعني فقال له يا اش بين نقط في غتسين قوة سوهاوزة أيوة هابقى في البيت نقط الساعة 14 أنا هجيلك الساعة 15 هتبقى في البيت قال له أيوة هابقى في البيت بداية من 14 عشان لما جنى 15 بقى انت موجود صح ولا إيه يقول الإجابة في الساعة 15 تبقى أم أروح ناحية تانية أب ولا بيس لا أب لأن أنا هجيلك الساعة 15 أم في أم في تسين أور هتبقى في البيت قال له أيوة هابقى في البيت أب بداية من الساعة 14 عشان لما اتشرفنا 15 أبقى أنا عم نستنيك في البيت لكن لو بيس لحد 14 يبقى لما جيلك الساعة 15 وانت باب الساعة بره في حتة تانية يبقى الإجابة هتبقى أم وأب بي نمغزيبين خالد في فرما بين نقطتين وقمى كمى يبقى أنا بناديله نقطتيني هو اللي بيتكلم أنا بقوله بقى يا خالد إش هابقى كوبش مرت أنا عندي صدوعة ممكن لو سمحت الراديو لايز لايز يعني إيه يعني الصوت هادي منخفض أغلبكو هيجري على فرما شايفه دلوقتي قدام مني أرماخن ماخن أوسماخن وأوسماخن دي مكرا معشان فلنطسو ماخن ما أوسماخن في بعضنا هيجري يختار أوسماخن يعني بس نطف الراديو بنقوله كلامك صح لو ما فيش كلمة لايز لايز يعني يوط الصوت يبقى ماخن يا أولاد يبقى تين لما لايز حط ماخن ماخ لايز يعني يوط الصوت طبعا تونحط أوسماخن طب أنا ما أقولك لو سمحت قط في الراديو إيه لازمتها لايز ما لهاش لازمة صح ولا إيه يبقى تيرا جملة كويس أوي أوعى تخطف أوي الكلام ده سؤال أدي مصله والممتحن طبيعة الدنيا النهاردة كمان زيادة عن مكان سابق إنه عايزة أشوف دماغ الطالب قدام مني أشوف قدرته على التفكير إدراكه للمعلومات فهمه مش الطالب القعب يحفظ الكلمة دي بتاعة الفيرب ده لا طبعا أنت عارفين قصة دي خلص خلصت شكرا فهنا أوبطر السؤال ما تجريش وتنحدث على أوس مخن إيه ده اقرأ افهم حل خالد أنا دماغي مصدعة جدا لسوات ممكن الراديو لايزة يبقى توطي الراديو بقى لايزة مخن بس ولو اتمخن يعني يعلي الصوت فلو تحتاجها في الامتحان لايزة مخن يوطي الصوت لو اتمخن يعلي الصوت يبقى هنا مخن عشان لايزة نمى أخت كما يعني يا أستاذ توماس كيف تعجب حضرتك بدلتي حضرتك زي جغوس في الضطيف تبقين الله استنى هنا جبتك الضطيف منين الفربي جفال عندنا عشرة فعا بيعملوا ضطيف جفال وجهير وشمكن وباصل وشتهن وهلفل وغاتغولين وانتفورتن وإزجيت ودنكن دوكنهم بيعملوا ضطيف فجفال تعمل ضطيف طيب حضرتك زي جغوس تبقين يبقى هنا هختار ياما آ ياما تس طيب في بقى دير ومير يناحي التانية أنا بقول له كيف تعجبك بدلتي يا أستاذ فلان فقال لي الله اشتهت دير ليأ عليك اشتهت يعني ليأ شكلة حلوة عليك اشتهت دير يبقى إين ودير الأولانية طيب هير دا كنت عاملها مير نقول له ما هو عاملها مير لما يبقى في الإجابة الفرب يقول له والله بتعجبني جفلت مير لكن اشتهت تلائمك ما زلت تبالعب على الأفقار هي مش صعبة هي بس اللي هي عدم التوقع زي ما قلت لك ما تجريش وتختار عشوائي بعد إذنك فقط طلب اقرأ الجملة كويس جدا بس ان شاء الله تلاقي أغلب الجمل سهل أول يبقى اختارنا الأولانية نوين بيتر بيتكلم بيقول نقط كفر ماينس دو لأا لويزا بقول لأا لويزا أي شنطة أو شنط تقصديها كفر حقيبة صفر خلي بالك كفر من كلمات المهمة اوعى تنسك كلمات اللي جمعها زي مفردها مهمة جدا تنساش الكلمات دي خليها في هدانك كلمات جمعها زي مفردها كفر وبلوفر واتسيمة وفولة وعندنا تاني جمعها زي مفرده في كثير وعندنا كلمة ده مصنع دي محمد جغيتة لا دي جمعها غير مفرد خلينا بس جمعهمك واحدة واحدة يبقى كفر دي جمعها زي مفردها يعني أرتكلها دير وممكن أرتكلها دي ما هي جمعها مفرد طب يهير بعد إذنك أنا منين أعرف إن كلمة دي جمعها مفرد ما شكلها ما تغيرش تقولوا فعلا شكلها ما تغيرش نعرف منين بصفة عامة من ثلاث حاجات واحد إن يكون قدامها أرتكل فيبان لو دير مفرد أو دس ولو دي يبقى جمع لأن يكونوا كلمة جمعها زي مفردها دي رودس أو يكون فيه فيرب متصرف هي فاعله وفيرب متصرف بقى مفرد أو جمع يعني جفالة مفرد جفالين جمع أو نعوض عن الكلمة بضمير فيبان بص هنا أي شنط أو شنط قصوديها يا لويزا فلويزا قالت مارتين سكوفر الشنط أو شنط بتاعت مارتين لحد كده الدنيا مختفية إرهات زي آه خدت بالك إرهات زي أمبان هو فرلورن فرلورن يعني فقد هو فقد هذه الشنط الله دي جمع عرفت منين قلت له من الضمير زي ما هو لو كان مفرد فهي دير تبقى إير فتبقى إين في الأكوزاتيف تمام يبقى لما عاوب بالضمير زي فيهمت إن كلمة أرتكيلها دي صح كده يبقى كلمة دي جمع يبقى دي شنط جمع يبقى أرتكيلها دي فنقول فيلش بحرف الإزيادة اللي هي نومرة تسين وما فيش غيرها فنختار فيلش وديزي قال له هزي الشنط كان إير يمفوند بروفندن هزي اللي لقيها في المكتب المفقودات أو مكتب الأمانات لما حاجة بتضيع بيوضع في هذا المكتب نومرة تسين نقط كومست دون يشتميت فقال له إشهاب مورجن بغيفون نقط موس في اللغنين إنت ولا لماذا ولا من ولا لماذا ليه مش هتيجي معنا ولا إنت مش هتيجي معنا ولا مين مش هتيجي معنا فلو عندي غلط هي أكيد لماذا وهنجرب مش حاجة اسمها ونحط خط ليه مش هتيجي معنا فاللو عندي امتحان نقط موس في اللغنين ولازم أذاكر يبقى فاغوم لماذا وقند هنختار نومر بين فاغوم وقند وإنت بتختار أدوات الرابط ركز حتة سريعة كده دين وقابر قبلهم كما وند وقودر ما قبلهمش كما ديس هالب قبلها كما أو نقطة وبعدها الفرب يعني نقول ديس هالب كما إيش ديس هالب بين إيش مش إيش بين تمام طب هنختار فاغوم وقند نومر ألف نقط سفايتل أبغل بس نقط أبغل هات هاتيمو أين براكتهم الساتيمو عندو تدريب من يوم كذا ليوم كذا في شهر أبريل فن ولا فم ولا فم ولا دير اللعبة كلها على فن وفم أنت حافظ من زمان أن في تركيبة بالحرفة جاسمها فن بيس من إلي من ساعة سعبة للساعة عشرة من يوم الجمعة ليوم الثلاث بس هنا فيه فن وفيه فم أختار فن وخلصنا لا هتبقى فم الله تبش معنا يا هير ليه فم قال لي عشان فن اللي أنت هتختارها ديه يا صح مش غلط ولكن محتاجة بعدها بقى الأرتكل شمعنا لأن هنا بقول من يوم كذا ده التاريخ التواريخ أرتكلها دير التواريخ أرتكلها دير فبنقول فم فن زائد ديم فن زائد ديم فتبقى فم يبقى هنا أقول دايما فن بيس إلا مع التواريخ أقول فم و بيس يبقى فم طبعا عندنا بي و سي كده سنتل و أخت تعال نروح الفراغ الآخر بيس التفنن الأرقام الترتيبية بعد الأرتكل دير تاخد نهاية إيه بس يرست تفايت أخت وبعد الحاجات التانية غير دير زي أم و إيم و فم و بيس و تسوم إي إن فهنا عندنا بيس لقى دي حاجة تانية غير دير فإي إن فنختار سنت لنمر بي يهير أنا أحيانا بشوفو جملة دي مختلفة شوعة عن كده طول ما أقول لي جملة مختلفة عن التانية ما مش تستنباط وتلقى ما أصلتش يهير بس أصدق أقول أحيانا بسمحها بيس تسم نروح برافو عليك بيس لوحدها صح وبيس تسم صح اللي اتنين مزبوطين والاتنين معنوا بالعربي حتى يعني أقول فم بيس تسم سنتل أو بيس بس تسنتل صح مية في المية ليز نزي نقط فنجيب محفوظ قالوا يا زيني بيشار جفالي مير أم نقط الجنمة دي حلوة قوي ومهمة جدا انت بتحب تقرأ النجيب محفوظ أو بتقرأ كتير النجيب محفوظ يعني تنفع فيه وتنفع جرن صح تقوله تمام طب بالنحية أنا عزة مش عارفة استغيرة لسه يا فيل يا جد يعني أمر أو بي أو تسي تقول على النحية التانية هنحكم الدين من نحية التانية بتحب تقرأ النجيب محفوظ أو بتقرأ كتير النجيب محفوظ قال له أيوة زيني بيشار كتبه جفالي مية كتبه بتعجبني الفيربي جفالي يا أولاد وبعد إذنك ركز معي في اللي أولد وقت جفالي من الأفعال لما تشوفها ما تختارش معها جرن اختار معها جوت وإخواتها يعني جوت وبسر وبستن ليه أم بستن جميل فهنا نختار أم بستن كتبه بتعجبني أحسن حاجة يبقى أم بستن يبقى نختار أم بستن فين نمرة سي يبقى نختار جرن وأم بستن الإشكالية عندك فين هنا إن أغلب الطلاب لما بيرى هذا السؤال أو ما يشبهه وبيختار جرن في جملة الأولانية أو بيلاقها موجودة جرن في الأولانية عاوز يختار نفس الصفة ناحية تانية جرن فيختار اللي بر أو يختار اللي بستن عشان هو ده السلم الإلكتروني بتاعه بتحب تشرب كذا لكن فين بيحب كذا لكن فين بيحب أكتر كذا نقول يا حبيبي أولا فيه مرحوظة مهمة الفيرب اللي في السؤال غير الفيرب اللي في الإجابة فالمعنى تغير فالصفة وارد بالنسبة 90% تتغير يبقى لازم نقرأ نفهم نحل بعد إذن ساعتك فنقرأ بهدوء بتحب تقرأ لنجم محفوظ أنا بحب أقرأ آه ليبقى كتب وبتكون كويسة يبقى جوت بسر تمام وانت ساعتك بتقرأ مابين بتختار مابين جوت وجرن اضبطوا الحتة دي وهي ان جرن بلفز يحب احب أشرب شاي احب ألعب تنس جوت كويس القلم ده كويس الجهاز ده كويس لما توصل بالعربي ان الكلمة معناها كويس يبقى جوت بسر بستن توصل انها يحب يبقى جرن ليبر لي بستن إذا المعنى ما زبطش بالعربي بص على الفيرب في ست فيربات احفظهم مني بعد إذنك لما يظهروا ما تختارش جرن اختار جوت الفيرب زين يكون فندن يجد جفال يعجب شمكن يوروك له يعجب الأكل اشتهن اللي هو الحاجة الحلوة علي البدلة شكلها كويس علي وبصن يناسبني بصن بتاع المقاس والمعاد خلاص وممكن الفيرب أو الزين بنسبة قول 90% بيجي مع جوت فعلا في فيرب المشهور بيجي مع جرن ايام مع جرن اللي هو الفيرب موجن يحب ده بيجي مع جرن هل دول بس بيجي مع جرن وجود فاش غيرهم خالص لقي فيه غيرهم لقي دول أشهر ويفيربات واللي بتحكم تقريب سعين في مم من الجمل يبقى اختارنا يا ولاد جرن وبستن نمت غاية سين أنبوخن أندي كومت فغاو ليو في الوكيند مادام ليو هتيجي زيبغينجت نقات فغايند ميت وهجيب صديقها معاها صديقها ملكها يبقى هي المالك يبقير صغيرة ملكها مش ملك حضرتك بس هنا في بداية الجملة ولا في نصها لا ده في نصها عادي خالص يبقى الصغيرة إير كلاين يا أستاذ بس فراو فراو ليو لقب فراو هيرن يبقى احترام نقول يا حبيب قلبي انسى نفذ الاحترام ده خالص في حاسة مع العلاقة الرسمية بس أنا بحترمك بقولك أنت يعني ما يحاجر في شيء حدور في كده أحترم بابا بابا ولهم أنتم لكن إنت قول زيك كبيرة حضرتك وإير كبيرة ملك حضرتك لما يكون بكلمك بصغرة رسمية يعني يقولك يا هير خالد يا فراو ليو لكن لما تتكلم على أستاذ خالد تقول أستاذ خالد جاب عربية عربيته زي ملكه فراو ليو هتجيب صديقة معاها يبقى ملكها إير الصغيرة طب إير الصغيرة تبقى سي ود طيب تعني حتاني نكمل هتجيب صديقة معاها إشمشت نقط أخ كنن لاغن كنن لاغن يتعرف على بل أنا عايز أتعرف عليه هو ولا هي لا هو لأننا نسبت الصديق لفراو ليو يبقى أنا عارفها من يمعرفوش الصديق يبقى تعرف عليه هو الصديق إير فيبقى إين فنختار إيرين وإين هي نمر سين وهو طبع قال إيرين عشان الصديق قدته دير هو بقى دين في الأكوزاتيف نمر فيغة سين إيفانو بيقول تيمو كيف حالك وعيلتك أخبركو إيه فقاله لايدا للأسف لأسف احنا كنا عندنا اكتئاب بتاع فصل الشتاء إيه اللي اكتئاب يا أستاذ ده الاكتئاب اللي بيصيب بعض الناس في ألمانيا والسويد وغيرها بسبب ناقص ضوء الشمس فيه ناس بتاكتئب كي دينا مغييمة كده يجيل لها نوع من الاكتئاب أم إيفانو رد على دان إذن نوقع دي جانس فاميليا اللي اشترى بأوس بروبيرين كده بقى كل العيلة لازم تجرب اللي اشترى بالعيلة بالضوء دي جانس فاميليا نعوض عنها أنا ضمير يا ولاش نصرف دي جانس فاميليا كل العائلة قلت لهم يغير ما تسألني وتلف بيه كتير بعد إذنك فاميليا العائلة اسمه مفرد بعوض عنها بالضمير زي هي تاني فاميليا اسم مفرد بعوض عنها بالضمير زي بمعنى هي قالها بقى مينة فاميليا زي هي فاميليا مولر زي هي دي جانس فهو كل العيلة ودي بقى أنت ما تسمع كمي الكل دي تقول بس جامع هنا بقى ما فيش كلام نقول لحبيبي جانس ما بتدخلش إلى على اسمها المفردة أصلا فجانس دالي أنها مفرد فالعيلة زي هي فيبقى زل نمع فون في تسين مارتين جيت جيرن ميت ساندرا نقط شك ميت شباتسيغن سودة حلو أو يا أولاد جيت لوحدها قصة وجيت شباتسيغن قصة تاني خالص جيت تذهب فتذهب إلى حركة أكوزاتية في بقى ان دي لكن شباتسيغن جيهن هتتمشى هتتنزه في وسط البلد يبقى جيهن لوحدها تخلي إين يعمل حركة فيبقى أكوزاتيف إلا لكن يتمشى في المكان فيه يبقى إين تعمل الضطيف فهنا نقول مارتينة هتتمشى مع صديقتها في وسط البلد يبقى اندير يبقى أول يا أولاد ما نشوف حرف جرئين هنسأل نفسنا السؤال اللي عادي خالص الجلمة دي فيها فيرب حركة وفيرب سكون إذا كان فيها فيرب حركة فيبقى إين تاخد أكوزاتيف فيرب سكون فينت ياخد ضطيف وإن الفرب ينزل بنا يعتبر السكون عشان بمعنى فيه يبقى لو إين إيه لا أكوزاتيف لو إين فيه ضطيف لحد كده أولاد نكون وصلنا نهاية حلقة اليوم أتمنى إن شاء الله يكون أفاتك كتير النهاردة بأمر الله أتمنىكم التوفيق تركيز في الامتحان عصار تبقى هادية تمام إقرأ براحتك خالص إفهم حل ياريت تبدأ بجراماتك الأول ثم المواقف ثم التكست كوصون طبيعينا وربنا وفقكو ودائما كده نسمع أنتم حالاته كويس جدا إن شاء الله معالف السلام اشتركوا في القناة